بيت الشيطان أو رمي الجمرات راح نشوف هنا أول شيء البيت الشيطان تشوفون بالبداية كيف كان هذا هو بيت الشيطان هنا نلاحظ دعاية الكوكوكول الموجودة وتشوفون مع تطور الزمن مع المادة اللي صارت لل الدولة السعودية صارت تطور بيها وسوت لبناء ضخم وصار كأنه شخص يعبد تشوف هذه الصورة الأخرى تشوف المبنى الشيطان صار عالي جدا وصار متابعي كثير هذا المكان اللي يرموا فيها الأحجار في حلقة سابقة قلت لكم في مكانة تشفط الحجر كله ويرجعوا ويرجعوا نفس المكان يعني تدوير للحجر يساون يعني على أساس إنه بوقع الحجر اللي رجعوا مرة ثانية يرمون عليه شوفوا كيف عظموا بيت الشيطان وكبروا ومئات المغفلين اللي يرمون البيت الشيطان طبعا هذا التضخيم اللي صار مع الوقت صار بيت الشيطان كبير ومع الوقت صار بيت الشيطان إلى اهتمام أكبر وصار كنوع من العبادة يعني كأنك أنت جاي تعبد الشيطان لما ترمي الحجر كأنه أنت أنا أعتبره نوع من العبادة يعني الحج ما ينحسب لك إذا ما ترمي بيت الشيطان هو قاعد والمقام تبعه عم يكبر يوم عن يوم ومستريح في بيته الجديد يعني طبعا على الذكر الشيطان في نكتة نسمع عن أعرفها عن الشيطان يقول لك ثلاثة معاقين من ضمن الأشخاص يجوا ويرموا بيت الشيطان الجمرات يعني يرموا عليه يعني فشاف استغرب شاف ثلاثة أشخاص واحد مقعد على العربة والآخر مقطوعة إيده يعني إيد من أيدي مقطوعة والثالث أعمى فسأل كل واحد قال سأل الأعمى قال أنت ليش أنت ليش يعني شون صرت أعمى يعني مرض ولا شنو قال هاي من من ولاتي أمر الله شنسوي يعني هذا أمر الله يعني فرجع سأل إيده قال كيف انقطعت إيدك قال إيده مقطوعان مولود بإيد وحده يعني عاقة قال لشنسوي أمر الله يعني فالثالث سأل أنت ليش معاقي يعني ما تقدر تمشي فقال لشنسوي هذا كل أمر الله قال الشيطان رد عليهم قال يولادين الكلب إذا كل اللي عملوا فيكم هو الله تجون ترموا علي الحجر روحوا ذاك الكعبة قدامكم وارموا علي الحجر مدام الله عمل فيكم ليش جايين علي ترموا الحجر يعني أنا ما عملت كل شي يعني تمولودين بالمرض يعني